أصدرت المحكمة الابتدائية في عدن حكما ببراءة أربعة من المعتقلين الذين وجهت لهم تهما في العام 2017 باغتيال أئمة المساجد في المحافظة وقالت مصادر حقوقية إنه تم الإفراج عن المعتقلين الأربعة الذين برأتهم المحكمة بضمانات حضورية وتجارية فيما لا يزال عشرة آخرون في السجن لعدم تمكنهم من توفير الضمانات المطلوبة إلى ذلك نقل المصدر ألاين عن مصدر حقوقي قوله أن المعتقلين الأربعة عشر الذين تم اعتقالهم في 2017 تعرضوا للسجن والإخفاء والتعذيب ووجهت لهم في وقت لاحق تهمة الضلوع في اغتيال أئمة المساجد بعدا غادروا جميعهم بالفعل بعد قبول شعبة الاستئناف الضمانات المقدمة بالإفراج عنهم حتى موعد الاستئناف وكانت المحكمة الجزائية في عدن أصدرت في 22 أغسطس الماضي حكما ببراءة أربعة عشر شخصا ينتمون لوحدات عسكرية في الجيش الوطني من تهمة اغتيال أئمة المساجد بعدا بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على اعتقالهم في سجون تابعة للمجلس الانتقالي في مديريتي التواهي والمنصورة اشتركوا في القناة